بالنسبة لحركة البناء الوطني واضح بأن العمود الفقاري والإسمنة المسلح لحماية أمن واستقرار هذا الوطن لحماية نزيجه الاجتماعي لحماية الحدود من الاختراقات الخارجية وخاصة أن الجزائر تعيشوا في وضع غير مستقر يضربوا الإرهاب حدودها بكل مكان بأن الجيش الوطني الشعبي يجب أن ينأى بنفسه عن الخلافات الحزبية ولا يدخل في المناكفات الحزبية ويجب علينا كسياسيين أن نتصدى للشأن العام والشأن السياسي ولا نزج باسم الجيش الوطني الشعبي في أي مناكفات داخلية لأن لهم من المهام الكبرى والعظيمة لحماية أمن واستقرار هذا البلد ولا نريد لجيشنا أن يدخل في هذا الصراع وهو ولله الحمد قائم بأدواره على أحسن ما يرام في هذا المجال ونرفض تماماً رفض لأي سياسي أن يزج بالجيش في الدخول في مناكفات حزبية كما نرفض للجيش أن يدخل في أي مناكفات حزبية لصالح أي حزب من الأحزاب فمهمته هي أنبل وأكبر من ذلك بكثير ترجمة نانسي قنقر